بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنين بدأت الفنانة شيريهان رحلتها مع الفن في سن مبكرة لكنها طرى بايت على عرش تقديم الفوازير وصارت الفوازير أهم محطة فنية في حياة شيريهان لتبقى حتى اليوم مركة مسجلة باسمها كانت بداية شيريهان مع الفوازير عام 1988 عندما قدمت فوازير ألف ليلة وليلة من تأليف الشاعر طاهر أبو فاشا وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة فوازير داخل الحلقات قدمتها شيريهان لسنوات متتالية استطاعت أن تملأ الدنيا وتجغل الناس لشدة الإبهار في الأداء اللي قدمته كان هناك الكثير من الخبايا والأسرار داخل الأسر الحاكمة قبل صورة الخامس والعشرين من يناير وبعد خروج الشعب على نظام مبارك بسبب عدم وجود عدالة اجتماعية ولا توجد حرية التعبير عن الرأي وكان جمال وشلته هي المتحكمة في نظام الحق كان من أكثر القصص والتي نالت صدى جماهيري واسع هي قصة حب شيريهان مع علاء مبارك حيث انتشر أن علاء مبارك كان يحب الفنان شيريهان بصورة كبيرة وأراد أن يتزوجها بل أن الأمر وصل به إلى أنه هدت بالانتحار من أجل حب الشديد لها ولا يستطيع البعد عنها وقالت أحد المصادر أن العلاقة بين شيريهان وعلاق مبارك هي السبب في الحادث الشهير الذي تعرضت له شيريهان وكادت تصاب بالشلل التام لو لأن عناية الله أنقذتها ولتأكيد الخبر وجد أن علاقة الحب التي جمعت بين شيريهان وأحد أولاد مبارك كانت من طرف جمال وليس علاء كما كان يتردد طوال السنوات الماضية وخاصة خلال الثورة التي قيل فيها أن تواجد شيريهان في ميدان التحرير كان انتقاطها للحادث الذي أصابها ودبرته لها سوزان مبارك لتنهي حياتها بعد معلمت بقصة الحب بينها وبين ابنها جمال ونياته الزواج منها فدبرت لها الحادث الذي أصابها بإصابات بالغة وطلقت شيريهان علاجها في مركز سموحة طبي ثم في باريس وقدى حينها هذا الحادث المشؤوم إلى ابتعاد شيريهان عن الأضواء بداية قصة حب جمال مبارك لشيريهان فقد حس صفوة الشريف وزير الأعلام السابق آنزاك على أن يقرب بينه وبين شيريهان وبالفعل نجح جمال في حضور تصوير فوزير رمضان وألف ليلة وليلة التي كانت تقوم شيريهان بتصويرها وأصبح في بعض الأيام يتناول الإفطار معها أثناء التصوير ترجمة نانسي قنقر